رح نبلش هلأ بلاب رقم خمسة واللي هو بيحكي عن الكروماتوغرافي رح نحكي يعني تحديدا عن التي أل سي وعن الكولومن الكروماتوغرافي طبعا الكروماتوغرافي هي عبارة عن سيباريشن تكنيك لتو أور مور كومباونز أو آيونز بايدة ديستريبوشن بتوين تو فايزز one which is moving اللي هي بنسميها mobile phase والother هي اللي بنسميها stationary phase اللي بتكون ثابته فأهم إشي نعرفه بالكروماتوغرافي انه في عندي two phases واحدة mobile phase اللي هي بتكون عم تتحرك والتاني هي stationary phase واللي بتكون ثابته طبعا هدولة two phases ممكن يكونوا solid ممكن liquid liquid أو gas liquid وزي ما احنا شايفين هون في عندي امثلة على السولد والليكويد والغاز احفظوهم طبعا الموبايل والستيشنري عادة بيكونوا عكس بعض اذا كان الموبايل نن بولر الاستيشنري هيكون بولر والموبايل اذا كان liquid هيكون الاستيشنري سولد فاحنا عنا هون بالتجربة الموبايل نن بولر وليكويد هي احفظوها منيح والاستيشنري كمان رح يكون بولر وسولد كل اللي هي الاستيشنري phase والموفينج part واللي هو الموبايل phase عادة احنا عم نعيد بنفس الكلام لهلا طبعا التكنيكس المستخدمة او الفينومينا اللي بتتبعوهم اللي هي الاتسوربشن البرتشن الايون اكسشنج والموليكولر اكسيكلوجن هاي هي طرق الفصل فعليا اللي تستخدم في او اللي بتتم في الكروماتوغرافي الكروماتوغرافي انواع في عنا اللي كويد كروماتوغرافي اللي هو الكولم الكروماتوغرافي اللي رح نحكي عنه كمان شوي في عنا الثن لايير كروماتوغرافي وبرضو هاي اللي رح نحكي عنها واللي هي بتكون طبعا عبارة عن بلايد من الالامنم مطلية ب بس اي او تو او اكس اتش تو او اللي هي تعتبر الستيشنج رفينز حينحكي عنها في عنا البيبر الكروماتوغرافي اللي هي بتكون عبارة عن ورقة من السيلولوز مثل ورقة الترشيح بتكون هي الستيشنج رفينز و بتتم عملية الفصل عليها في عنا كمان الجاز الكروماتوغرافي اللي تستخدم لفصل الجازز الهاي بيرفورمانز ليكودي كروماتوغرافي الايون اكسشينج كروماتوغرافي طبعا الايون اكسشينج كروماتوغرافي بتكون عنا هنا طبعا شحنات شحنة موجبة وشحنة سالبة حسب الاسماء بتكون كل واحدة فيهم طريقتها يعني هنا بتدخل الايونات اللي شحنتها عكس بعض بتطلع مباشرة اما اللي نفس الشحنة بتضل موجودة عندي في الايون اكسشينج كروماتوغرافي في عنا الجل بيرمياشن او الجل فلتريشن كروماتوغرافي واللي هي بتكون متخصصة بيفصل البوليمرز مثل الطبعا الجل بيرمياشن او الجل فلتريشن كروماتوغرافي يعتبر غالي النوع الخامس اللي حكينا عنه كان خلينا نشرح عنه اي شوي بالهاي بيرفورمانس اللي كودي كروماتوغرافي بيكون عنا الاستيشينيري فيز كالعادي هو البولير فيز داخل كولمد بجيب انا طبعا ميكسشورز من الهاي من ميكسر معين بحطه بسرنجة وبحقنها بالكولمد بعدين بجيب عندي اللي كويد اللي هو العبارة عن الموبايل فيز البولاريتي لائلو بتكون قليلة مقارنة بالاستيشينيري فيز يعني استيشينيري فيز عادة بولر الموبايل فيز بيكون نان بولر اول مركب رح يقطع المسافة الطويلة اللي هو مع الموبايل فيز اللي هو بيكون نان بولر بشكل كبير بعدينها اللي اقل نان بولر والاقل منه بعدينها اخر واحد رح يمشي هو البولر طبعا ليش البولر اخر واحد رح يمشي لانه استيشينيري فيز بتكون بولر فالبولر رح يكون ثابت عليها ما بده يتحرك خلاص مرتبط فيها كونها متشابهة معها فحركته هتكون مع الموبايل فيز صعبة طبعا كل ما كان طول الكولم من اكبر بتكون كفاءة الفصل اعلى ولازم نعرف كمان انه كل ما قلت البولاريتي الريتنشن تايم راح اتقل هلا عادة احنا عشان الموبايل فيز نحضره ممكن يكون عبارة عن سولفنت واحد ممكن يكون خليط من السولفنت مثل هون مثلا الهكسين الننبولر مع اثيل الاسيتيت بولر طبعا تكون الهدف فيها هي انه نعادل السولفنت اللي عندي بحيث نوصل بالنهاية لبولاريتي معينة من السولفنت اللي تفصل المادة وطبعا هذا الاشي بيبين مع التجربة الليكودي كروماتوغرافي كروماتوغرافي أو الكولوماتوغرافي طبعا هو one of the most useful methods for the separation and purification of both solid and liquids solid liquids technique in which the stationary phase is a solid and mobile phase is a liquid طبعا السولد بيكون عبارة عن silica gel is very polar compound and it has attraction with the compounds طبعا بالكولوماتوغرافي the principle is based على differential adsorption of substances by the adsorbent هلأ فعليا العملية ننزل على شكل الكولوماتوغرافي زي ما احنا شايفين رح يكون في عنا two layers of sands وجواتهم رح أحط السامبل بيناتهم تحتيهم بيكون عنا السيليكة جل على طول اللي هي stationary phase بعديها طبقة من من الساند بعديها برضو الول طبعا الول هاي ليش موجودة علشان نمنع نزول السيليكة مع العينة تبعتي اللي حيصير كالتالي حجيب أنا الموبايل phase حابلش أديره من فوق وهو عم ينزل حيبلش ياخد معاه من السامبل شوي شوي وينزله لتحت طبعا كل ما كانت السامبل non-polar أكتر كل ما كانت تفضل إنها تمشي مع الموبايل phase وتبعد عن السيليكة جل بينما البولر رح تلزب السيليكة جل وحتكون هي آخر وحدة رح تنزل من الكولوم اللي عندي سيليكة جل سيليكة جل واخر اشي هما رح ينزلوا من الكولوم فزي ما حكينا كل ما كانت الانترموليكولر فورس او الاتراكشن اقوى برضو رح تكون ملزقة اكتر بالستيشنري فيز واخر واحدة رح تنزل رح صعب انها تنزل مع الموبايل فيز طبعا زي ما بنعرف ان المذيب او السولفنت اللي عندي اللي بدي اطيفه لازم يكون نن بولر الموبايل فيز وطبعا بقدر ازيد قطبيته تدريجيا لانه لو ضفت مثلا مذيب كان بولر من البداية رح يدوي بالسيليكا معاه يلي هي قطبيتها كمان انها بالمثل يعني فعليا اللي رح نعمله كالتالي بداية هنحط نن بولر سولفنت هينزل يسحب معاه اول مادة بعدين منبلش نزيد البولاريتي تبع السولفنت شوي شوي لبين ما يسحب كل المواد بالبولاريتيز المختلفة لهم من الكولم تبعي تمام وكل ما زدت البولاريتي كل ما كان البولار كومباوند هينزل معاه اكتر إذا عرفنا إذا كانت عملية الأدسوربشن عالية جدا والبولاريتي كانت قليلة للسولفنت كل ما كانت البولاريتي قليلة والأدسوربشن عالية كان الفصل أبطأ ولكنه كان أفضل بينما إذا كان الأدسوربشن قليل والبولاريتي كانت عالية السيبريشن حيكون سريع ولكن حيكون مش بيور ما رح يعطيني بيور كومباوند طبعا لازم نعرف أنه الموبايل فيز أو اللي هو الاليوينت موفز ثرو الكولم من الكروماتوغرافي باي جرافتي الفورس اللي بتتحكم فيها هي الجرافتي طبعا ونازم نعرف كمان أنه النون بولار كومباوند هم فرست سبريتد هاي بولار كومباوند هم اللاست ون سبريتد هون بيحكي لي أنه شو سبب أنه حطينا الصوف أو اللي هو البول تحت السيكة طبعا هاي مغطيتها بس اللي مكتوب كالتالي ليش حطينا طبقة الصوف تحت السيكة عشان طبعا ما تنزل من هاي السيكة مع العينة تبعتي واللي رح تخليها وتأثر يعني تخليها امبور وتأثر على التفاعل ليه حطينا طيب طبقات السانز عندي فوق السيكة عشان العينة اللي بدنا نفصلها لازم تنحط على مكان جاف بهذا العمود فالرطوبة ممكن أنها طبعا تخلي جزء منها يدوب وهيكا رح ينزل مش مرتب يعني حسب البولاريتي حيكون في عندي امبوريتيز طيب ليش حطينا طبقة الرمل كمان واحدة فوق العينة يعني العينة تحتها رمل وفوقها كمان طبقة رمل لحتى طبعا أحافظ على العينة بشكلها الأصلي المرتب لأنه لو صار فيه مثلا حفر بالعينة المركب ما رح ينزل صف واحد كله مرتب مثل ما أنا بدي فحطينا طبقة تحتيها وطبقة فوقها عشان نحافظ على شكل معين للسامبل طيب التيل سي هي من الأشياء البسيطة اللي منستخدمها كمان في السيبريشن منستخدمها أول إشي لأنها كتير بسيطة وسهلة وسريعة ومشي خالية لحتى نعرف إذا مثلا صار عندي تفاعل أو لا مثلا فعلت مادتين مع بعض بدي أشوف إذا ظهر عندي الناتج اللي بدي إياه أو لا فبجرب وبشوف كمان بقدر أعمل قبل الكولوم كروماتوغرافي أعمل التيل سي لحتى أتأكد أو أشوف هل في عندي مواد أكتر من مادة ولا بس مادة واحدة وكم مادة بدي أفصل كمان بنعرف إذا المركب بيور ولا لا إذا طلع معنا سبوت واحدة معناها هو نقي إذا أكتر من سبوت بتكون بيور وبنعرف كمان كمية السيليكة اللي لازم أستخدمها بالكولوم كروماتوغرافي فالتيل سي هي نورمالي done on a small glass or a plastic plate coated with a thin layer of solid the most common هو السيليكة فعليا أو الألامنا this is the stationary phase a solid liquid form of a chromatography where the stationary phase is normally polar absorbent and mobile phase can be a single solvent or combination of solvents نفس المبدأ طبعا الكولوم نكروماتوغرافي stationary phase هيكون هو السيليكة واللي هو هيكون طبعا عنا البولر mobile phase اللي رح يكون هو non polar اللي عندي طبعا المobile phase هيبلش يمشي خلال TLC by capillary action بدنا نلاحظ هاي المعلومتين ممكن يجينا سؤال بالامتحان إنه الموبايل phase أو الإلوانز بالTLC كيف يتحرك بالcapillary action أما بالكولوم نكروماتوغرافي عن طريق الجرافتي التلسيم الفائده إنه quick and expensive micro scale technique that can be used to determine the number of components in a mixture or reaction verify a substance's identity polarity of the compounds monitor the progress of a reaction هل صار عندي reaction أو لا determine appropriate conditions for column chromatography هل لم بدي أعمل column chromatography بعمل TLC قبله حتى أحدد أنا كيف بدي أسويه على أي أساس بدي أفصل حسب قديش عندي مواد وanalyze the fraction obtained from column chromatography هل صار الcolumn chromatography هل ظهر عندي صح النتائج أو خطأ هذا طبعا هو TLC اللي هي عبارة عن هاي الورقة في عندي الخط اللي هو تحت بيكون اسمه baseline ومنحدد خطفه اللي هو آخر line هيوصل له solvent بنحط طبعا نقطة من كل مادة أنا بدي إياها ورح تكون diluted أكيد علشان ما تعملي إشي اسمه tailing بعد هيك رح أحطها بجواة هذا البيكر السولفنت عندي حيبلش يطلع اللي هو الموبايل فيز حيبلش يطلع على هاي السيليكا عن طريق الcapillary reaction أو الcapillary movement ورح تطلع لفوق وتسحب معاها المواد اللي هي اللي هي عبارة عن المساة الى النونبولر البولر حيكون صعب إنهم يتحركوا حيكونوا هم متحت أما النقاط اللي فوق حتكون الى النونبولر وحسب عدد النقاط بعرف النواتج اللي عندي كم مادة عندي ظهرت وإلى آخره في عندي إشي اسمه RF value اللي هو retardation factor أو retention factor واللي هي عبارة عن المسافة ما بين النقطة اللي مشت عندي المسافة ما بين نقطة البداية والنقطة اللي مشت عندي اللي هي عندنا إياها هنا X على المسافة الكلية الكاملة اللي هي A فالRF هي عبارة عن X على A وهي كمان حيجيبوا منها سؤال حيحددوا لي مثلا المسافات ويطلبوا مني الRF طبعا الRF value for each spot should be calculated and it's less than 1 الكمبوند with the larger RF is less polar هاي بنا نعرفها إنه إذا كان عندي الRF كبيرة معناته المادة اللي عندي less polar because it interacts less strongly with the polar adsorbent on the TLC plate اللي هو الstationary phase وإذا كانت عندي الRF قليلة رح يكون عندي الpolarity لإلها معناته عالية الRF is characteristic for any given compound on the same stationary phase using the same mobile phase for development of the plates طبعا باستخدام الRF رح نقدر نعرف إحنا هالمادة اللي عندي شو هي يعني ممكن أنا أعمل identifying لمادة معينة مع النون بTLC وأطلع الRF تبعها وأعرف شو هي المادة بتكون برضو مسجلة بجداول زي هاي الملتينج بوينت أو البويلينج بوينت أو غيره طبعا الننبولر كمباوند will be less strongly attracted to the plate and will spend less time in the moving phase زي ما حكينا الننبولر حياخدوا وقت أقل ورح يمشوا أسرع بينما البولر 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 will be more strongly attracted للبلد رح ياخدوا وقت كتير طويل وهم يمشوا وما رح يمشوا يعني بسرعة رح يكونوا بطيئين وزي ما حكينا كمان انه solution للسامبل لازم يكون diluted and we put little amount منها على TLC فقط وتكون مخففة والسبب انه عشان ما تخرب لسبوط تبعة السامبل اللي عندي ما يصير عندي مثلا الاسباء اللي هي مثلا tailing او غيره فهون حكين لي انه high concentration شو هيعمل لي tailing poor concentration والlonger time هياخد مني وقت وما رح يعطيني نتائج صحيحة وحيعمل لي اشي اسمه tailing طبعا tailing ممكن يجيبولي spot طبعا النقطة بتكون شكلها يعني نقطة وطالع منها زي النقاط او زي tail هاي منسميها tailing ممكن يجيبوا سؤال عليها يقولولي انه هاي نقطة بتمثل ايش بتمثل tailing ممكن يسألني شو سببها سببها ال high concentration طبعا the diameter of the spot should be no more than 0.5 cm the spot should be dry and the mobile phase move 90% of the length of the TLC ما ياخد المسافة كاملة also make sure also make sure that origin spots are not below the solvent level in the chamber يعني احنا نحط الخط البداية وما يكون يعني ما يكون تحت the level of the chamber تمام يعني ما بدي انا احطهم يكون السولفنت يكون غامر هاي النقاط لأ بدي نقاط تكون فوق السولفنت فوق السطح بشوي علشان ما اذا كانوا مغمورين حتضيع العينة تبعتي حيصير لهم واشنج وتضيع العينة اللي عندي لحتى نساعد to create an atmosphere saturated with solvent and prevent the volatile solvent escape عشان امنع اذا الvolatile solvent انه يصير له escaping بدي اغطي انا الفلتر بفلتر بيبر او بغلاس ديش لاغطي البيكر هذا طبعا بيساعد بيساعد انا انه اعمل atmosphere saturated with solvent وامنع انه يصير عندي volatile للsolvent الvolatile solvent انه يصير له escape never use ink to label the TLC plates ليش ما نستخدم الانك استخدمنا في لاب قلم رصاص لحتى نحدد الخط البداية ما استخدمنا القلم الحبر والسبب هون انه القلم الحبر هيوسخ عندي حيدوب وحيصير له كمان هو traveling مع البلايت مع solvent the water never moves as a mobile phase through TLC شو السبب انه ما منقدر نستخدم الماء لان الووتر طبعا هي very very polar solvent with strongly attraction with TLC فما رح يصير له capillary movement لانه حيضله ملزق في visualization k-m-n-o-f-4 sulfuric acid H2SO4 19 hydrin كمان هاي ممكن يجي عليها سؤال انه الان colored spots can be shown by ويحطو لي عندي الخيارات الصحيحة لازم اخضرها وهاي بالنهاية عندي ترتيب القطبية polarity ranking كانت موجودة بلابات قبل حكينا الاكثر القطبية هو الووتر واقل واحد هو الالكينز ومش غلط انه احنا نشوفهم كلياتهم نحفظهم بالترتيب هيك منكون انهينا كل اللابات من واحد لخمسة لهي مادة المد امتحانكم بكرة حيكون سهل ولطيف مجرد ما انتو ركزتوا في الامتحان وركزتوا بدراستكم فحيكون سهل ان شاء الله بالتوفيق ويعطيكم العافية